بسم الله الرحمن الرحيم طلبت العزاء الصف الأول صباحي عم نفس الفيسيولوجي نكمل ما انتهينا من المحاضرة السابقة من الجهاز العصبي يكملنا الجهاز العصبي والآن الغدد الصمى الفصل هو بعنوان الغدد الغدد الصمى يحتوي الجسم على ثلاثة أنواع من الغدد وهي غدد ذات القنوات تفرز أفراز خارجي وغدد مغلقة أو صمى تفرز أفراز داخلي والغدد الدمعية الغدد الصمى غنية بالأوعية الدموية الشعرية ويسمى أفراز الغدد الصمى بالهرمون وكمية الهرمون تكون صغيرة جدا ولكنها ذو تأثير كبير عدة أنواع من أنواع الغدد الصمى اللي هي واحد الغدد النخامية توجد هذه الغدد عند قاعدة المخ داخل تجويف عظمي طولها 8 ملم وعرضها 12 ملم وتتكون من ثلاثة فصوص أمامي وخلفي ومتوسط ومن أهم الهرمونات التي تفرزها الغدد النخامية هو هرمون النمو زيادة أفراز هذا الهرمون في الطفولة والمراهقة يؤدي إلى العملقة وإذا حصلت الزيادة بعد المراهقة يحصل ما يسمى بتضخم الأطراف الطرفية وهناك هرمون آخر تفرزه الغدد النخامية هو الهرمون الحافز للغدد الجنسية هذه بالنسبة للغدد النخامية لدينا ثانيا الغدد الدرقية الغدد الدرقية توجد في مقدمة الجزء الأسفل من الرقبة تحت الجلد وأمام القصبة الهوائية وتتكون من فصين على جانبي القصبة الهوائية ويزداد حجمها موقعا أثناء البلوغ والحمل وفترة الحيض وظيفتها تكمن في تخزين مادة اليود وأفراز هرمون الثيروكسين الذي يؤثر في عملية النمو وعملية الأيض ويمكن تلخيص عمل الغدد الدرقية إلى عدة نقاط واحد وزن الجسم ومقدار المواد الدهنية حرارة الجسم تنظيم النمو في الأطفال القدرة الذكائية الحالة النفسية هذه بالنسبة تلخيص عمل الغدد الدرقية لدينا الغدد الجار الدرقية وعددها أربعة أنواع موجودة في ثنايا الغدد الدرقية كل اثنين على ناحية واحدة فوق الأخرى وأهم الواجبات الغدد الجار الدرقية نتيجة إفرازها هو ضبط عملية تمثيل الكاليسيوم والفسفور وتساهم في تكوين العظام والنشاط العصبي والعضلي ويؤدي قصور إفراز تلك الغددد إلى هبوط نسبة الكاليسيوم في الدم وسرعة الهيجان والارتعاش بالنسبة لأعراض الجانبية مالتها رابعاً لدينا البنكرياس تقع هذه الغدد خلف المعدة ويتراوح وزنها بين 80 إلى 90 ملم وهي من الغدد المشتركة التي تفز إفرازاً خارجياً وهو عبارة عن إنزيمات مساعدة لعملية الهضم وإفرازاً داخلياً عبارة عن هرمون الإنسولين والأجزاء الداخلية من البنكرياس والخلايا المتخصصة في إفراز هذا الهرمون تعرف بجزر لانغينهانز وضيفة الإنسولين هو ربط مستوى السكر في الدم هذه بالنسبة إلى الأربعة أنواع من الغدد ترجمة نانسي قنقر